امير لانك رح تقتلني بدك ترد على علي بقى يا موضوع شو عملت تويتع عطوه ميكرو قبل ما فوت على البريك يلا اللي وظفوهم من سنتين بشلوون اه والله بكازم في اللوون اه برحتلون عم ساعدنا فضل استاذ علي اول شي الجيش بيكون قوي لما ما نهرب الدواعش يلي قتلوا الجيش ببواسط مكيفة هاي دي واحد اتنين حلفائك يلي قتلوا الطيار سامر حنا وانت جاي تلنا الجيش منه قوي حلفائك يلي قتلوا الطيار سامر حنا و جاي تحضرنا بالفساد مش نحنا تجار المخدرات والكوكايين ونحنا يلي منسوع على المرفع لا لا بداك تروك بداك تروك لا هذا كلام كبير اولا واحد نحنا حطيني 3000 شهيد بوج داعش اخر شي جب لي جب لي نقطة دم من فريقك السياسي بوجودة حططها بوج داعش بتحكيني واحد من فريقك السياسي داعش انت نعمين داعش عساكر عساكر اول مرة بتجي لحظة لحظة بتطلع من البرنامج روق داعش داعش لما بعتت سيارات مفخخة بعتتها عالضاحي جدوبية وعبعلبك وعالهرمل وعالنبي عتمان تلاتي هدا هلا هدا ديقاش ما بيتلاش هيك ببخاطة تلاتي بعلبك الهرمل فيها من الشرف والكرامي والعزي ما يدفي من الهرمل لبريتيل لبعلبك للبوي لكل ضيعة بيشوح صورتها عشرة ولا خمستعشر واحد تاجروا بالممنوعات لانه دولتك ولانه السياسات الحريرية من 92 اليوم حطت هايدي المنطقة وحطت القطاع الزراعي تحت اجريها وخلت الناس تفطر تزرع حشيشي وغيره طيب كلمة امير يلا كرمال ما تتوضح الصورة غلط انا عبدا ما اصدي عن اهل بعلبك انا ابن لباعي يا حبيب انا اصدي عن فريق سياسي معي هو يلا اعملو بعدين استاذ مارسيل بدي يقول شغلة لما مؤسسة لايف لحقوق الانسان جربت تعم المفاوضات لتطلع العسكريين لعصرة من عند داعش حزب الله رفض بعدين احامل مفاوضات على جنوده ليه مسموح لجنوده يعمل مفاوضات